بناء مدن صناعية ومعرض دائم للمنتجات الأردنية في معرض بغداد الدولي بالإضافة إلى مناقشة ملفات صناعية وتجارية عديدة هو ما كشف عنه وزير التجارة العراقي عقب اجتماع جمعه بوزير الصناعة والتجارة والتمويل الأردني الأحد العاني أكد أيضا خلال المؤتمر الصحفي إجراء مباحثات شاملة ومثمرة في كافة المجالات التجارية والصناعية بالإضافة إلى حرص العراق على تطور العلاقات مع الأردن حاضر مشتركة واتفاقات كثيرة تصب في تنشيط التبادل التجاري بين العراق والأردن وتعزيز العلاقات الصناعية وهذا ما نتوقع من العراق الآن هو حريص كل الحرص على تعميق العلاقات مع شقاء العرب وخصوصا مملكة الأردنية الهاشمية وزير التجارة الأردنية أشار من جانبه إلى وجود تطابق تقم في وجهات النظر بين الطرفين في بناء مدينة صناعية مشتركة على الحدود مضيفا إنهم بدأوا باتخاذ قرارات عاجلة للتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وتطويرها لمستوى مصالح البلدين هناك تطابق في القرار وهذا القرار تخذ ما منحكي في إطار الرغبة لا زلنا القرار تخذ بإنشاء مدينة صناعية عراقية أردنية على الحدود الأردنية العراقية ولكن لرؤية هذا القرار على أرض الواقع يترجم وترى بنيان تم تشييده وحركة اقتصادية لا بد من انتخاذ عدد من الإجراءات بدأنا بالجانب الأردني والجانب العراقي باتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل مثل هذا الأمر على أرض الواقع وفيما أعرب وزير الصناعة العراقي ورئيس اللجنة الثنائية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية عن حرصهم للوصول بتفاهمات وتعاون أكثر لتبادل المنفعة وبمختلف المجالات أشارت سفيرة العراق في الأردن أن الزيارة جاءت لوضع خارطة للتنفيذ التوصيات التي ثبتها رئيسة وزراء البلدين اتفاق مع الأخوة في الجانب الأردني على عدة محاور المحاور التي تخص المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن كذلك محاور لوزارة النقل إضافة إلى محور الطاقة اليوم صباحا وغدا ستستكمل من خلال اجتماعات للوزراء مع نظراءهم في بغداد والوزراء عددهم سبع وزراء من الجانب الأردني إضافة إلى محافظ البنك المركزي الأردني اللي يستكمل فيها مجموعة من الحوارات والقضايا العالقة المؤتمر الصحفي الذي عقد في مبنى وزارة التجارة ببغداد تمت الإشارة فيه أيضا إلى عمق العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط البلدين وكيفية تفعيلها بما يقدم مصالحهما موفق مجيد الحرة بغداد